أعود إذن قلت هذه هي الطريقة لمثلة لتعامل مع رئيس الجمهورية وهو الطرف الأساسي بهذا المشروع من هو الطرف الثاني المعني بهذه بهذه القضية أو الطرف الفاعل في قضية المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الطرف الأول قلنا هو الرئيس الطرف الثاني هو فلول العصابة المستميتة العصابة فلول العصابة المستميتة من أجل استعادة سيطارتها الكاملة على الدولة بعد أن فقدت نفوذها في مراكز القرار التي هي ميادة الجيش منذ سنة 2015 ورئاسة الجمهورية منذ 2019 هذه الأقلية العاملة لفرنسا الأقلية الماردة لم تستصغ فقدانها السيطرة على مؤسسة الدولة وبالتالي هي تعمل بكل الطرق للعودة وهي طرف أساسي في هذه القضية تعديل الدستور هذه الأقلية مازالت متغلق لكي سرطان داخل مؤسسة الدولة كلها ومازالت متحكمة في المجتمع المدني بما في ذلك أغلب الأحزاب السياسية المعتمدة والنقبات والمنظمات كما أنها مازالت متحكمة بقبضة حديدية في جميع وسائل الإعلام تقريبا وفي الحقيقة هذه الأقلية البطنية المنافقة ليست لها قوة ذاتية تمكنها من فرد أي شيء على الأغلبية الشعبية لا في الماضي ولا في الحر ولكنها بمساعدة وتوجيه مصالح المخابرة الفرنسية خبراء علم النفس وعلم الاجتماع الفرنسيين الذين درسوا نفسياً تعلق الشعب الجزائري والخصائص النفسية تدعو استطعت هذه الأقلية أن تستغل قلة الوعي يعني بمساعدة فرنسا والخبارات في العلم النفس استطعت أن تستغل قلة وعي الأغلبية الشعبية من جهة وانشغال النخبة الوطنية بمصالحها فيه وشخصية من جهة أخرى استغلت كل ذلك من أجل توجيه الأحداث والقضايا حسب ما تريده فرنسا وتشتهيه هذه الفئة المارقة الخائنة خاصة منذ 1992 كانت موجودة قبل ذلك لكن لم تكن بهذه الفعالية لكن منذ 1992 أصبحت هي المتحكم الرئيس في الجزيرة بالترغيب ولا بالترهيب ولا بالمحارق ولا بالتضليل ولا بالخداع كل أنواح هذه الأقلية العميلة لفرنسا الحقيقة هي التي تشكل التحدي الحقيقي في المرحلة التي نعيشها الآن تحدي أمام بناء الجزيرة الجددة هذا يدركوا يقول واحد أنتم دائما تقولوا أن الأقلية الأقلية هي هذه القلية اللي رقم قاد تتكلموا عليها واحد ما قادر يسميها بالإسم أنا شخصيا كنت صريح وواضح في هذه القضية بالذات منذ منذ عقد وعلى الأقل في الفيسبوك وفي الفضاءات في القنوات الفضائية كنت صريح منذ سنوات لأنني انتبع في هذه القضية في واقع الحياة أنا لم أتعامل معها من خلال الصفصطة والتنظير في الفيسبوك والأحلام الوردية كما أنني لم أحتكم في موقفي منها إلى الفئوية نتاعي ولا الجهوية نتاعي ولا العرقية نتاعي ولا الطائفية نتاعي ولا الإديولوجية نتاعي ولا الحزب السياسي نتاعي أنا إنسان حر موقفي من هذه الأقلية موقف مبني على أساس مبدأ ثبت وهو مبدأ الوفاء للجزائر نقطة لسطر إذن باختصار هذه الأقلية العميلة لفرنسا ينتمي إليها ويندرج فيها كل من يستغل النفوذ في مؤسسة الدولة أو يستغل النفوذ في المجتمع المدني يعني في مؤسسة الدولة لا فرق بين رئيس ولا رئيس حكومة ولا وزير ولا جنرال ولا رئيس بلدية هذه الفئة بوتفليقة كان رئيس منها وبلطاش رئيس بلدية منها والهام المدير الأمن منها وتفوق مدير المخابرات منها ومحمد السعيد من محمد السعيد العمي السعيد ولا يش اسمه انتعى النقبة منها كل من يستغل النفوذ انتعى في مؤسسة الدولة في مؤسسة المجتمع المدني كل من يستغل قوانين الجمهورية يستغل النفوذ المالي او يستغل لقب الاكاديمي او يستغل علاقته بالدوائر الاجنابية في الخارج بل حتى المخلوقات التي لا تسمى التي تستغل حتى شرفها الحكمة ليست في ذكر أسماء الناس وإنما لأنها للأسماء الناس قادرين نعطو قد ما تكلمنا يبقى مازال قد ما نقوله على الأسماء كين أسماء ما نعرفه ولذلك العبرة في الانتمال هذه الأقلية الخبيثة هي في استغلال السلطة المادية والمعنوية من أجل محاربة مقومات الهوية الوطنية للجزائر ومصادرة حق الأغلبية في سيادة على الدولة استهداف الهوية الوطنية مقومات الهوية الوطنية للجزائر الشهداء مدام يستغل السلطة المعنوية والمادية لمصادرة حق الأغلبية الشعبية في السيادة على الدولة بأي صفة من الصفة على أي مستوى من المستويات كل من كانت هذه حالته فهو عضو كامل الصفة في الأقلية الماردة العميلة لفرنسا المعادية لجزائر الشهداء ما تحاوزوش تفهموا لا تسولوا لا لا اسموا لا لا فصلوا لا 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 ببال لا لا جدوا لماذا أقول هذا الكلام اليوم أنا؟ يعني قصدي لماذا أذكروا به؟ لأن الأغلبية الشعبية اليوم فيها مسي الحاجة إلى تفعيل شرعيتها وسلطتها لمواجهة تعسف هذه الأقلية الخبثة لازم نفرق ما بين الموظف السامي في الدولة نتاعنا نتاع الأغلبية والموظف السامي في الدولة نتاع الفئة الماردة العميلة لفرنسا ما همش كيف كيف يخدموا في ناس البيرو يخلصوا على ظهر الشعب في اثنين واحد منهم خدام عند الفئة الماردة العميلة لفرنسا واحد ولد الأغلبية الشعبية هذه الحقيقة رغم أنهم في اثنين يحملوا الجنسية الجزائرية لازم نفرق بين هذا وهذا ما فيه شكله لم يريد أن يكون من الشعب الجزائري من الأغلبية يجب أن يكون وفياً لها وفيه لهويتها وفيه لوحدتها وفيه لعهد الشهداء وفيه اللي بيان أول نفضر ما كانش ليس له لا منا ولا نحن منه هذا هو الميزان الوحيد الذي نستطيع أن نفرق به بين أولاد الجزائر وولاد فرنسا ما كشح الأخر لأن هذا الخبثاء قادرين يتنكروا في أي جل إلا هذا إلا الوفاء للجزائر إلا العمل من أجل تكريز سيادة الشعب اليوم مثلاً ترى الموظفين التابعين لهذه الفئة الماريقة في مؤسسات الدولة المختلفة لا يترددون أبداً في استغلال نفوذهم من أجل تحقيق مآرب الفئة العاملة لفرنسا مهما كانت خطورة ما يقون به هاو عدكم مثال حي الميرن تاع الجزائر العاصمة نح قدام ربي عباده نح الجدارية تاع مصطفى بملعيد ودار جدارية المسونية هو جرأة كبيرة هذه باش تكتسبها انتها باش تدير عملة كما هذه فالعاصمة الجزائرية هروح قل له الواحد من المسؤولين تاع الأغلبية مهما كانت رتبتعه حتى الرئيس نفسه روح قل له ينح حاجة دارتها الفئة في بلاد ها مديرين نطلعين العلامات تاع جاك بونيتون مديرين روح قل له يكلمهم رغم أنه عنده الحق شرعية دستورية تعطيه المنصب انتاوي يعطيه شرعية شعبية تعطيه وما ذلك ما عندهش شجاعة باش يتخذ موقف من هذا القبيل هاورها الفرق مبين هذا على وش حنتكلم لذلك لازم نتكلم على هذه القضية الأقلية الخبيثة هذه عندها جرأة وعندها استعداد للتضحية بنفسها من أجل قضيتها لهي خيانة للجزائر وعمالة لفرنسا بينما هيا نجو نعطيه بالبسط في الجزائر العاصمة الأغلبية الشعبية كم عندها من إطار سامي أعلى درجة من من المير العاصمة يارك تبقى جيش الله مسؤولين سامينكو بار في الدولة قادرين يدخلوا المير هذا للحبس بالمئات ما فيهمش واحد تتحرك وتلزم شاب بسيط يفتأت على القانون ويرتكب مخالفة من أجل تصحيح الوضع ويضع الدولة كاملة في حرش إذن يعني المخلصون ولاد الأغلبية الشعبية لرموظفين في الدولة تلقى شوف تلقى الإنسان المترفه رجل الأعمال تابع لهذه الفئة المارقة دايا الرايو بينما الأغلبية تقول ما عندها حتى واحد عنده أربعة دوره يعني ما تلقاش واحد يعاونك على الخير أبدا خليني من من التبرع للقفة للقفة نتعط المزالات تكلمنك على القضية الوطنية ما تلقاش واحد رجل أعمال مستعد ينخرط في دعم مشروع وطني يرد الاعتبار للهوية ولا للوحدة ولا يخدم القضية الوطنية ما كانش بينما المترفهين انتعى الأقلية مستعدين يبنوا كنيس مستعدين يمونوا مشاريع ماسونية لأن هذا يخدم القضية ينتح كاين واحد قال لك الأغلبية كيف ما احناش في نظام عسكري بطلهم الخرطي كراكم في نظام عسكري لو كانوا كرا لنتكلموا كي كنا في نظام عسكري واحد مكان قدر يحلف مو شوف نعطيكم مثال بسيط عندما يعين رئيس الجمهورية مثلا رئيس الجمهورية شكولي حطو حطاته الأغلبية ما حطتوش الفئة المارقة ما حطتوش الفئة الماردة ما حطتوش الأقلية العاملة لفرنسا رئيس الجمهورية حطاته الأغلبية الشعبية وحطاته القوى الوطنية القوى الوطنية الرسمية والشعبية هذا الرئيس عنده كل الصلاحية في يديه عندما يعمل مثلا رئيس وزراء أو رئيس حكومة أو رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات أو رئيس لجنة التعديل الدستور شوف تمنيت مثلا الرئيس مدام انتخابته الأغلبية يعين على رأس أي مؤسسة من المؤسسات إنسان واضح باين باللي إنسان متبني القضية الوطنية بدون شبعة والله ما تلقى واحد على الشرعية من عند الأغلبية من عند الأغلبية الشعبية اللي متبني بيان أول نوفمبر فلماذا تروح تحطنا واحد على اللجنة اللي يدي الانتخابات متبني الجزائر الجزائرية اللي قال عليها دي قولها صحبي ولا مناظر في الحركة حركة حتى لو كان سابق في البربارية الحركة البربارستية الانفيصالية جاء ما لقدش من الخبراء خبير في القانون الدستوري ينظيف وطنية ما عندوش سوابق الانتمالي أي ايديولوجية معادية للوحدة الوطنية هصح بنت رك بجيت رئيس رأى حرب وقعت رأى رجالة ماتت رأى رجالة ماتت بالغصة تروح تعين واحد ومبعد هذاك الرئيس ولا هذاك الرئيس الحكومة ولا يروح يجيب لك قعم المتردية والنطيحة حتى نتولي نوله مضحكة عند الناس على هاش ما تحطش إنسان وطني كفاءة وطنية معروفها بالنازاتها معروفها بتمسكها بالثوابت معروفها بإخلاصها للجزائر معروفها لتبنيها لبين أول نوفمبر بدون يشبها وعاونها في الرأي تجيب واحد يقول لك في المساومات في الشونتاش ومبعد تحط الناس وكل في أزمة يا وشوفوا شوفوا من الرئيس إلى آخر مسؤول راكم غالطين إذا لكم طامعين كي تحطوا من الفئة لما يريد راح يطبقكم المشروع أنت عن نوفمبر والله يلو كنت حبو عينكم لأن الشخص المعين من الطرف الفئة الماريدة لن يتردد لحظة في تشكيل اللجنة والحكومة والهيئة والحكومة وشياطين الفئة الماريدة ومع لبين لو شبك وكانت جيت تعترض عليه أنت اللي عينته إذا الكسكندال في الإعلان باللي راكم ما خليته شيخدم علش تحط راح أنت في الموقع الحارج هذا علش ما وش من اللول تحط إنسان وطني مخلص لأن كي تحط إنسان لا يفرق بين الأديان والله ما لبله بك والله أنا أحط لك وزير الشؤون الدينية كاتوليك إنه كان يلقاه حتى يرضي فرنسا وروح على روحك لكن هناك مشكلة أخرى إذا تعين واحد كما نقول كما نقول نحن اللومو غير على المسؤولين الكبار الرئيس والله المشكلة الثانية راهل وكان الرئيس عين واحد من التيار الوطني هذاك بعد اللي يعينه وش يدير يدير كما أنا أخرين يروح يروح على ناس وطنيين وكفاءة وطنية لا الاهتمام انتاعه راح يترك طب أكبر قدر أكبر عدد من الأقلية العاملة لفرنسا حتى يأمن شرهم يتوهم بأنه يجيب عناصر من هذه الأقلية يضمن عدم المعارضة واللي يقول عليه هذا ديمقراطي وبرك الله فيه وتجد هذا هذا الشعور سبحان الله ينمي فيه شعور بالكراهية للمخلصين فتجده يعمل جاهدا من أجل استبعاد أي رجل وطني مخلص يصنع بالحق من من هذه اللجنة ولا من هذه الحكومة أو من هذه الهيئة اللي اللي تعين عليها لماذا لأنه يعتقد بأن ذلك سيزعجه ياه هذا نجيب هذا يسن وطني ومخلص يقعد يظلي كارل العليا على ما درتش هاك على ما درتش هاك هذي ما يش مليحة هذي مضادة للثوابت هذي كذا يكسر لي في راسي طول الوقت وبالتالي يحرجه ويقطع عليها الطريق طريق التوافق مع الخوانة وفي الحقيقة هذي ماش حاجة جديدة ما عليش كما قلتنا يا رايح نستطرت في هذا البث هذي ماش حاجة جديدة في عائد بمدين الله يرحمه في عائد بن بل همشوا المخلصين لماذا لأنهم يزعجون بالانتقادات والنصايح ولذلك يتربوا الخوانة لأنهم يتظهرون أمامهم بالانضباط والطاعة ولكن ينصبون لهم المكايد ليفشال أي مشروع وطني يخدم الاستقلال لجزائر وسيادتها والنتيجة هي ما نراه اليوم من العفن المستشري في أوصال الدولة من الأساس انتح على الرأس انتح ولذلك نوجه الكلام انتاعي بهذه المناسبة بالذات إلى كل المسؤولين في الدولة الجزائرية مسؤول في البلدية وفي جميع الوصولين لازم تفهموا بأن الوفاء لعهد الشهداء والوفاء للجزائر يفرض عليكم أن تختاروا في التعيينات انتاعكم الكفاءات الأمينة الوفية الوفية لعهد الشهداء من أبناء وبناء الجزائر أولا الإنسان اللي ما هوش آمين وما هوش وفي لعهد الشهداء ما تشغلوهش في مصالح الأمة راه ما ينفعكمش يجب أن يكون الإخلاص والانتماء الوطني والوفاء لعهد الشهداء فعلا وقولا شرط أساسي في تعيين الكفاءات في مواقع المسؤولية ولا يغني أن يكون الرئيس يأخذ بهذا ومن بعد الصفة اللي تحت واللي تحت ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والأخر ما يأخذوهش لأنه نفس الشيء إذا كان الرئيس دار إنسان وطني وهذاك الوطني هذاك إنسان الوطني المخلص ما أخذاش هذه بعين الاعتبار ودار البيطان أنتعوا من الفسيدين راح يفسد كلش ولذلك لازم كل واحد من الرئيس ومن عابط حتى أدنى البلدية يجب كل واحد يحرس على أن يكون شرط الأمانة والوفاء لعهد الشهداء ولله والبيان الأول نوفمبر أمر اللي نقش فيه أي إنسان عنده توجه موانا لبيان أول نوفمبر لوحدة الجزائر لثوابة الهوية وقيمها ما تعطوش المسئولية حرامة لكم لأنه أنتم ما راكم كنت تديروا هذا الشيء راكم تعقدوا في الأمور الشعب راكم تتسبب في القاطعة بين الشعب والدولة التعو راكم تتسبب في توهين وإضعاف الشرعية الدستورية تضعف في الشرعية الدولة وكيانها إذن إذن بعد هذا الستطراد أرجع إلى دور هذه الأقلية الميدة في هذا الأمر الواقع الذي نعيشهه الآن هذه الأقلية في الحقيقة هي نتيجة أوحت إلى لجنة العرابة مضمون المسودة المعروضة لمناقشة اليوم سواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة لأنه في الحقيقة لبروفيسور العرابة وبعض الأعضاء نتاع لجنة نتاعه ما يحتاجوش إلى أن يعينهم بتلك الأفكار هذه التي وردت في المسودة والتي تستهدف طمس الهوية للجزائر وتقسيم الوحدة الدحا ما يحتاجو حتى واحد يقول لهم عليها لأنهم هما نفسهم المدرسة هما رابين في هذه المدرسة ما همش رابين في المدرسة الوطنية رابين في مدرسة لا تؤمن بالجزائر الموثقة في بيانا والنوفمبر تؤمن بالجزائر اللي أعرضها ديغول اللي هي الجزائر الجزائرية الجزائر بدون هاوية هذه الجزائر التي يريدونها لا يريدون جزائر قائمة على الهوية التي أسسها بيانا والنوفمبر هذه الحقيقة لكن المشكلة لست هنا المشكلة هي أن المسودة المعرضة للمناقشة باسم الرئيس وبالتالي سيتم تفعيل الخلايا الناشطة القلية داخل الدولة هاو المشكلة يعني الخلايا المبثوثة اللي رأي بقايا العصابة داخل الدولة داخل مؤسسة الدولة ستجد في شرعية عرض المسودة الذريعة للتجند والتحرك نفس الشي الخلايا تعالعصابة داخل حزب الأفلان اللي هي تتحكم في القيادة انتعو كاملة داخل حزب الراندو تتحكم في القيادة انتعو كاملة منظمة المجاهدين ابناء الشهداء ابناء المجاهدين النقابات الجمعيات من خلال وسائل الإعلام من خلال هذه المنظمات التي رأيها مستقطبة بشكل أو بآخر شريحة واسعة من الأغلبية من خلال السطر على هذه التنظيمات تتحرك هذه الخلايا من أجل ماذا؟ من أجل إيهام هذه الشرائح الواسعة المنتمية لهذه المنظمات والأحزاب بضرورة الالتفات حول مسودة العربة صفتها مشروع الرئيس والتي هي في الحقيقة الاستفادة تكملة لمشروع العصابة التي تقبع في السجن منذ سنة هذه الخطورة ولذلك أمام هذه الخطورة التي يمثلها تحرك خلايا الفئة الماردة العميلة لفرنسا داخل هذه الأحزاب والمنظبات مؤسسة الدولة والمجتمع المدني تصبح مسؤوليتنا مضاعفة على تعيد مسؤوليتنا على تعيد شعبنا بضرورة الانسحاب الفوري من المنظمات والأحزاب والحظينات الموبوءة بالعمالة لفرنسا لازم نكثف التواصل مع شعبنا حتى ينبذ هذه القيادات التي تتحكم في هذه الأحزاب والمنظمة لازم نقنع شعبنا بأنه لا أمل يرجى من النخبة التي تسير هذه الأحزاب والمنظمات والنقابات المعتمدة من طرف العصابة لأن ولائها كان وسيبقى للعصابة العاملة لفرنسا وحدها وعلى حساب مصلحة الجزائر دولة وشعبا ووطنا لن يستفيد جزائري مخلص واحد مما تقوم وهذه يعني النخبة التي تقود هذه الأحزاب والمنظمات في المجتمع المدني ولن يأتي من وراء هذه النخبة المرتزقة خير للشعب الجزائري ولذلك حتى إذا كانت هناك دوائر في السلطة تراهن على هذه الكيانة المبوعة وتمنع الشعب الجزائري سعوني مليح من تنظيم نفسه في أحزاب سياسية جديدة لحاجة في نفسها هذا مخططهم هما لكن على الشعب الجزائري أن يفرض سياداته بعيداً عن نفوذ العزاب وأحزابها ويبدأ بحقه في تشكيل أحزاب ونقبات ومنظمات تعبر عن إرادته الحقيقية التي لا تخضع لأي سلطة غير شرعيته على شرعيته السيدة ويبدأ شعب انتعنا لازم يبدأ بالتجند من أجل التصويت على المقترح التي تقترحه عليه نخبته الوفية له نخبته الوفية لهويته نخبته الوفية لوحدته وما لازمش يسمع لهذه الأحزاب وهذه المنظمات وهذه النخبة العاملة لفرنسا ما لازمش يسمع لها بمناسبة هذه المسوادة لما اقتراحة التحاول لها يفتع الدستور يجب أن يبدأ أول خطوة بالالتفاف حول موقف نخبة الوطنية الوفية لمقومات الهوية الوطنية الوفية منا نبدأ إذن فالأمر الواقع المفروض علينا الآن هذا الأمر الواقع لا مفروض علينا الآن وننتعامل معه قلنا الطرف الأول الرئيس الطرف الثاني الفئة العاملة لفرنسا القلية العاملة لفرنسا هذا الواقع هذا الرئيس انتعنا لكن هذه الفئة هي الخصم انتعنا هي الخصم انتع الأغلبية لأنها هي الرافضة لمسار التغيير الذي خارط فيه الشعب الجزائري مع جوشي هي 2022 فبراير 2019 وتبناها الرئيس الحالي المنتخب منذ 12 ديسمبر 2019 وهذه الفئة رافضة لمسار الشعب وبالتالي هي الخصم انتعوا اذا ركزوا معايا جيدا لانني استطردت كثيرا عن الفكرة الرئيسية لكن احيانا نضطر إلى ذلك من اجل تعميق الفكرة الذي هو رئيس الجمهورية بكل ما يمثله من شرعية دستورية شرعية شعبية رمزية وزير وسيادتها قلنا هذا الطرف الذي هو الصحي في ما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري هو كما قلنا في البداية مكسب للاغلبية الشعبية يجب ان نحافظ عليه في كل الاحوال والظروف ولا نسمح باختطافه مننا تحت اي مبرر الطرف الثاني الذي هو الاقلية الماردة العملة لفرنسا والتي استغلت وما زالت تستغل نفوذها في مؤسسات الدولة وتسعى الى فرض مسودة العربة باسم الرئاسة هذه الاقلية هي الطرف الحقيقة هذه ما عندهاش قوة ذاتية لتقدر تفرض بها الامر الواقع على الاغلبية الشعبية ولكن قوتها في الباطنية التي تستعملها في خداع الشريحة الغافلة واليائسة والانتهازية الطماعة من الاغلبية الشعبية ولذلك فلا خيارة امامنا نحن غير كشف حقيقة هذا الاقلية للشعب الجزائري وتحذيره من مناوراتها وتفعيل كل الوسائل القانونية من اجل تأطير الاغلبية الشعبية وهو فرض البدائي التي تستجيب لطموحتنا المشروحة اذا هذا الطرف الاول والطرف الثاني الطرف الثالث اللي عنده كلمة ومؤثر في هذه القضية هو الاغلبية الشعبية صاحبة الحق في فرض سيتاء الجزير اللي احنا منها هذه الاغلبية كانت دائما تخسر رهانة انتحها امام الاقلية لسببين اثنين سبب الاول هو التشرم انتحها لانها كانت دائما ضحية للاستقطاب فيما بينها كل حزبين بما لديهم فارحون كل واحد فرح بروحه وبالتالي كانت دائما منقسمة على نفسها كل خمسة متفرد بهم ذيب فرنسي واحد بيدفع طائفي واحد بيدفع جهوي واحد بيطاي خايف من على خبسته واحد خايف من الشرطة واحد خايف من المخابرات واحد طامع في دار واحد عنده ذريعة تزيل كل واحد عنده ذريعة تزيل له المهمة التضحية بالمصلحة العامة الوطنية المصلحة العامة للاغلبية طمعا في مصلحتها الشخصية هذه هي القضية إذن السبب الأول في فشلها هو تشرذمها السبب الثاني هو فقدانها للثقة في نفسها يعني كل ما يخذ المبادرة واحد من الأغلبية بش يدفع لها يدفع لحق من حقوقها بدلا من أن يجد أعوان له على الخير يجد واش يجد أنواع من المنهازمين النفسيين يخذلونه ويحذرون منه واحد يصف بأنه مغامر واحد يصف بأنه عامل المخابرات واحد يصف بأنه يتحدى السلطة واحد يصف بأنه بغي يتحدى النظام بغي يدير الفوضى واحد بغي يدير ثورة واحد بغي يلقب أولاد الناس في الهوية وغير ذلك كل واحد يعني بدو سبع سنة 2015 عندما خرج النقيب شوشاب يقول بأن قيادة الجيش تحاول تطهير الجيش وملحقاته الأمنية من عملها فرنسا وأنها تحتاج إلى دعم الشعب الجزائري بتشكيل جبهة شعبية تتبنى عملية التحرير الثانية وترفع شعار إنهار ويساء الفرنسي من 2015 وأنا نعيد قامت القيامة والناس كل ما كاش وصف ما خذتوشانية من عد الناس واحد يكذب واحد يستنكر واحد يشك كل واحد كيفا كأنني يعني قلتو يعني نطقتو كفرا وش كون هما لي كانوا يستهزئوا بينا ويكذبوا فينا ويشكوا فينا واستعظموا الأمر اللي رأنا نطلبوا به هم أبناء الأغلبية الغافلة عن ما يجري حولها لماذا؟ لأنهم لم يصدقوا بعد بأن الجزائر استقلت وبأن بإمكان الجزائر أن تستقل نهائيا عن فرنسا وبأن بإمكان شعبها أن يفرض سيادته على دولته ويصبح هو اللي ينتخب الحكام التام هذه هي الهازيمة النفسية لرهم السيطرة على الأغلبية الشعبية إذن كيف نتخلص من أسباب نهيزامنا أمام هذه الأقلية؟ الطريق نحن نعرفه ودعونا إليه منذ سنوات ولذلك احنا غيرا نذكر فيه فقط أولا أن تتشكل أن تشكل الأغلبية الشعبية قوة سياسية بعيدا عن نفوذ العصابة مدام المواطنين الجزائرين يدوروا فلما حاضن انتع العصابة والله ما يرفعوا رأس يبقوا دائما عرة الخلق إذن نعتزل محاضن العصابة ونشكل قوة سياسية خارج نفوذ انتح إذا استطعنا أن نشكل جبهة فهذا هو الأفضل وهذا الذي دعونا إليه منذ ست سنوات أما إذا لم نستطع فلا بأس أن تنتظم كل فئة من الأغلبية الشعبية في حزب أو في منظمة ولكن يجب أن تكون هذه المنظمات وهذه الأحزاب مرتبطة بعهد الوفاء لبيان أول نوفمبر عهد الشهداء مقومات الهوية وأن تكون يد واحد وحدة الوطنية شرعية دستورية سيادة الشعب على الدولة إنهاء الوصاية الفرنسية تنتزم بهذه الأمور وتكون كلمتها واحدة فيها ويكون لها موقف واحد من القضايا المصرية وهذا ما هو شموحان هذا ممكن جدا فقط يحتاج قليلا من الوعي وقليلا من الشجاعة والرجولة فقط والتخلص من الأوهام والهواجز الأمر الثاني هو أن تأخذ نخبة الأغلبية الشعبية والدليل الدليل على نجاح هذه هذا يعني الأغلبية في تشكيل قوة سياسية قادرة تفرض روحة هو الانتخابات فالانتخابات ما كناش متفقين يعني على كل شي حتى على على المرشحين ما كناش متفقين ولكن كنا متفقين على فنجحنا كنا متفقين على حماية شرعية دستورية فنجحنا إذن بإمكاننا أن ننجح مرة أخرى في هذا الامتحان نتعال استفتاء للدستور نشكل قوة سياسية متفقة على ما يجمعها ونفرض روحة في الأرض في الأرض الواقع إذن هذا ليس أمر مستحيل ولا حاجك يعني صعيبة تطلب إرادة وإخلاص فقط ثانيا تأخذ نخبة الأغلبية الشعبية المبادرة لتتصدر الواجهة في القضايا الوطنية ومواجهة نخبة الأقلية يا أخي هما عندهم محامين إحنا عندنا محامين كما صرف القضية أنت الشاب بتاع فيصل هما رفعوا قضية على مواطن ضحى بنفسه من أجل الدفاع على قضية هم الجميع ناظروا محامين يتبنون القضية الوطنية وخرجوه ودفوا ليه ماذا بينا المحامين انتعنا ما يكون ش 25 الأغلبية المفروض أغلبية المحامين هنا هم تابعين للأغلبية يشكلوا جبهة تمثل الأغلبية الأكاديميون نفسي وهكذا في كل قطعة من قطعة النخبة حتى الإعلاميون إذا كان كائن إعلاميون أحرار يشكلوا جبهة وطنية للإعلاميين مقابل هذا الجبهة العاملة لفرنسا إذن النخبة عليها أن تتحرك وتستطيع أن تحقق الكثير الدليل البسط اللي هو ماذا اللي هو المبادرة اللي يخذوها المحامين اللي يوقفوا مع فصل لفرنسا خذت المبادرة وطهرت الجيش من الناس اللي كانوا متربين عليه ومتربين على الجزير ولو كان ما خذتش هذه النخبة الوطنية داخل الجيش المبادرة وفرضت ارادة الشهداء على الخواناء لما كنا نتكلم اليوم على تطهير باقي مؤسسات الدولة وبالتالي قادرة كل نخبة في كل قطاع ان تتحرك بشرعيتها الاغلبية بشرعية الاغلبية وتفرض نفسها في القطاع اللي هي فيه اذا بهذا الشكل بالتحرك بهذا الشكل باذن الله تعالى سنقلب موازين القواء وسنرجع نصابها الطبيعية بإذن الله ماذا ينبغي ان نفعل الان نحن في الحقيقة انا الان راني نتكلم نحن نفعل قبل ان نقول نحن في الحقيقة اخذنا المبادرة منذ اول يوم نزلت فيه هذه المسودة للرأي العام حتى قبل ان تنزل للرأي العام احنا عدنا شركة سياسيين اول ما وصلتهم المسودة بعدتونا نسخة منها كما قلته منذ بداية البثل الان نحن 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 نحاول تجسيده في ارض الواقع فاولا احنا اعلننا على استجابتنا لدعوة الرئيس لمناقشة المسودة رغم ان فلول العصابة حول الرئيس اقصتنا من قائمة المرسلينين يعني حبوا يقصيونا فلول العصابة داخل الرئاسة حبوا يقصيونا ما بعثوناش بعثوا لأحزاب قيد التأسيس وبعتوا لمنظمات وبعتوا حتى لعاهرات ولكنهم لم يبعثوا لا للحزب السيادة قيد التأسيس رغم انه وضع الميلة في انتاعه على غرار باقي أحزاب قيد التأسيس ولا للنقب شوشان ولا للخبراء ولا 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 والشخصيات اللي المؤسسة لحزب السيادة لكن مع ذلك نحن استجبنا لدعوة الرئيس التزاما منا بتعزيز الشرعية الدستورية وشرعية الرئيس الشعبية أيضا وناقشنا ومنع استغلال هذه الخطايا اللي يرتكب فيها اللي ترتكب فيها فولو العصابة حول الرئيس منع استغلالها لضرب صدقية الرئيس وإفشال مشاريعه ولذلك ناقشنا هذه المسودة على رؤوس الأشهاد في الهواء الطلق لأننا نحن نؤمن بالشفى بالقول وبالفعل ولسنا من الذين يتلقون كل شي تحت الطاولة ويرجعونه تحت الطاولة كين الناس صحابهم في الرئاسة بعتولهم المسودة ما قالوش قابل لي وصلتهم المسودة راحين يديروا لها مصادقاوي بذواء باش يحتفظوا باش يجيهم باش يجيهم في عهد الجزيرة الجديدة احنا لا احنا ناقشنا مباشرة ناقشنا المسودة واعلننا على المآخذ انتاعنا حولها ولم نكتفي بذلك وإنما تواصلنا منذ ذلك الوقت واحنا في تواصل مستمر مع أكبر عدد من الخبراء والقانونيين وشخصيات الجزائرية وشركائنا السياسيين لنضعهم في الصورة في صورة ما نقوم به وتعاوننا مع الكثير منهم واعلننا للجميع للرأي لها نسعى إلى جمع كل ما يمكننا جمعه من آراء وقراءات ومقترحات منشورة للخبراء والأكاديميين الجزائريين ونرصد مواقف الأحزاب وفئات الشعب الجزائري مما يجري يعني من المسودة وبالتعاون مع كل من لديه الاستعداد للمساهمة فيما نقوم به نحن فتحنا باب للاجتهاد وأصبحنا جزء منه وما هوش محجور راح تعلى واحد من الجزائريين المؤهلين الخوف في هذه القضية يعني يشترك معنا في هذا الأمر هذا احنا ما نشأو سياح تعلى واحد لكن نريد أن نقدم مقترحا يساهم فيه الجميع بنفس المسافة أو من نفس المسافة فتركز الجهد انتعنا احنا ينظمنا العمل انتعنا كالتالي نرصد كل المناخذ التي سجلت على المسودة كل ما كتب ونشر وتكلم به أي مختص أو خبير جزائري أو أكاديمي جزائري أو شخصية سياسية تتعلق بالمسودة حطينا المآخذ كلهم في ملف المآخذ على المسودة في ملف ووضعنا التعديلات المقترحة على ما جاء في المسودة نفسها في ملف ووضعنا الاقتراحات الإضافية التي اقترحها خبراء وكفاءات وشخصيات لم ترد في المسودة في ملف ووضعنا المبادرات الكاملة لمسودات الدستور من طرف لجان خبرة في ملف يعني أقبنا ربع ورشات ورشة تدرس المآخذ ورشة تدرس التعديلات ورشة تدرس الإضافات ورشة تدرس المسودات الكاملة من طرف الخبرة وعلى ذو هذه الجهود ماذا يحصل سنصل إلى صياغة تقرير إن صح التعبير يقدم يعني فيه كل ما هو مفيد ومقترح من طرف نخبة الأغلبية الشعبية من الخبراء السياسيين أكاديميين مبادرة الأحزاب إلى غير ذلك نطرح حصيلة ما قمنا به على أكبر عدد من الكفاءات والشخصيات الجزائرية المخلصة ومن الأحزاب الوطنية والمنظمات الملتزمة ذات التوجه الوطني ما هيش المنظمات انتعى فرنس فانتكات فرنس الأفسنك فرنس نعطي لهم الحصيلة هذه لمراجعتها وابداء الرأي فيها والمصادقة عليها من طرف من أن يتبناها عندما ننتهي من هذا كله راح تكون عندنا عارضة بأسماء كل الناس الذين يتبنون سواء بمساهمتهم فيها يتبنون حصيلة المناقشة انتعنى لمسودة العربة قائمة بمن يتبنى العريضة النهائية التي سنقدمها سواء ساهموا فيها أو وفقوا على محتواها أو أرادوا أن يساندوا أن يساندوها ك وثيقة باسم الأغلبية الشعبية بعد من دل هذه العارضة بالقائمة للأطراف التي تبنتها نبعث لرئيس الجمهورية بنصها وبالقائمة نبعث العارضة مع من تبناها من النخبة الجزائرية ونعرض نسخة منها للشعب الجزائري حتى يعرف ما عرضناه على الرئيس لأن الشعب الجزائري هو الذي سيكون الحكم في النهاية وبهذا العمل سنكون نحن قمنا بواجبنا نيابة عن شعبنا وعن شهدائنا وأبرأنا ذمتنا أمام الله ونصحنا للسيد رئيس الجمهورية وأقمنا الحج عليه وعلى كل من يسلك بالجزائر أي مسلك غير آمن في المستقبل هذه هي خلاصة ما نسعى إليه وهو ما سنتراحه يعني ربما بعد أسبوع على كبر تقدير إن شاء الله يعني ما تأخذوش مني الوعد بالتاريخ لكن إحنا يرانا على باب يعني مازال نحن نخدم في هذا المشروع وإن شاء الله بإذن الله تعالى وقت اللي نستنفذ الوقت نتعه كامل ونسمع من جميع الإخوة ونتعاون جميعا على تقديم شيء مفيد عند ذلك راح نعرضوه عليكم بإذن الله تعالى هل هي خلاصة يعني ما نقوم به وما نراه يحب في تعامل في التعامل مع المشروع التمهيدي لتعدير التستور من طرف رئيس الجمهورية ونتمنى إن شاء الله سأله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا المسعى وكما قلت الكلمة النهائية ستكون للشعب الجزائري وليس لغيره بإذن الله هذه المناسبة نجدد نداء لكل كفاءة جزائرية مخلصة عندها ما تقدمه في هذا الباب أصل معنا وتساهم بالقدر الذي تستطيع في إنجاز ما نحن بصدده إحنا فقط رنن نوب على شعبنا ما ناشن ما ناشن يعني لا نحتكر هذا الأمر هذا يعني أي واحد قادر ينضم إلينا ويأخذ المبادرة بل نقول لكم نحن رنن فقط اخذينا المبادرة من أجل تحريك القضية أما الفاعلين الحقيقيين الذين يصنعون الحادث في هذه القضية هم الكفاءات المتخصصة في المجال الدستوري وفي مجال القانون وفي المجال السياسي والأكاديمون وغير ذلك باش ما تغلطوش روحكم حنا برك مبادرة حتى لا تبقى القضية في التسويف وما نوصلوش يعني بالأغلبية إلى أي بديل ويوصل الوقت وتفرض علينا الأقلية ما تريد هذا هو اللي جعلنا نحن نأخذ المبادرة ولا نتركها للتسويف صاحب الفعل الحقيقي هم الرجلة لكين اللي فيهم قدمنا مسودة من ألف إلى الياء مدروسة من طرف خبرات في المجال ومع ذلك احنا قلنا هذا اجتهاد لجنة من الخبراء نعرضه على لجنة أخرى على اجتهاد لجنة أخرى وعلى اجتهاد لجنة أخرى وعلى كل من يفيدنا بخبراته وفي النهاية عندما نعرض العمل الذي قمنا به سنوثقه وسنذكر كل الناس اللي شاركوا فيه بمؤهلاتهم العلمية إن شاء الله حتى يتأكد الناس بأن هذا الأمر تم التعامل معه بكل جدية وبكل أمانة وبكل مسؤولية إن شاء الله ما عليش لا يستطيع أحد أن يلحق نبيسه إذن هذا ما أردت أن أن أصيل أوليكم في هذا البث وسأحاول أن أجيب على تساؤلاتكم من خلال المناشير على صفحتي في البايسبوك وعلى الصفحة الرسمية للجبهة الشعب أستسمحكم على الإيطالة وأعتذر منكم على لأخذ من وقتكم هذا القدر الطويل لكن إن شاء الله تكون فيها فايدة ونفع بها ربنا إن شاء الله بلدنا صلى الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته